فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية والعقول لا شك أنها تختلف والاستحسانات تضطرب فلما تركوا الكتاب بولوا بالاختلاف ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين لما حدث فيهم الاختلاف في الأول استمر عقوبة لهم لما لم يرجعوا إلى الكتاب ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وهم الذين بقوا على الحق فهؤلاء رحمهم الله سبحانه وتعالى فبقوا على الحق وهذا كما في الحديث وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فالذين تمسكوا بالكتاب وبقوا عليه وثبتوا عليه هؤلاء هم أهل الرحمة وأما الذين اختلفوا في الكتاب فهم أهل العذاب والشقاق البعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يعني ليس قريبا وهذا دأب كل من خالف الكتاب والسنة في كل زمان ومكان فإنه يبتلى بالاختلافات الكثيرة والمشادات والمنازعات والخصومات ولا ينتهي أمرهم إلى شيء لأنهم لم يبنوا على أصل لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل والله جل وعلا يقول ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فالذي يريد الوفاق والاتفاق يتمسك بكتاب الله ولذلك أهل السنة والجماعة لم يختلفوا بينهم ولله الحمد في أمور العقيدة وأمور الإيمان وأما الاختلاف في الاجتهادات الفقهية فهذا أمر مطلوب أن الإنسان يبذل وسعه لتحرر الحق واستنباط الفقه من الأدلة فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور الحمد لله لكن إذا تبين له الخطأ أو لغيره فعليه الرجوع إلى الصواب ترجمة نانسي قنقر